حكم ساحب يساعد الدولي محمد الكنيدري وادريس صديقي واروش متيتش ثم ساعد سلولي ساعد بكير صالح العمري عبد الفتاح آدم حكم ساحب نعم كما طريات الأزرق في الرياض خلال الموسم الجديد حضور جماهيري كبير وأكبر من المتوقع في مثل هذه المناسبات وفي هذا التوقيت بعد 46 يوما الهلال يدخل هذه المباراة وسط هذا الكرنفال ويبدأ الكرنفال نعم لقد بدأ الكرنفال على طريق السرخي ملك نوفيش سافيش هدف أول مع الأزرق يسجل العان وبهذه عصورة الغاية الجمال وفي غاية الروعة حيث لانطلاقة الأولى ينجح الصربي بكسب قلوب العشاق الزرق من الوهلة الأولى وبهذه الراسية في شباك عبد الرحمن كميل هكذا أكمل الكرة بالراس الموسم الماضي بل حتى منذ نهاية الموسم الذي قبله وكان له تعثير في دور الإعجازي هجوم كويت الآن الله الله هدف جميل لكن بعد ذلك روبين نيفز وسالم أنه مباراة وولفسبورغ عن نمساوي أما المباراة الأخيرة لدينا تقدم وسامي جريس يحتسب ركل الجزاء خطف القلوب وبالنسبة ليهدافك وحضورك هل يبدأ كذلك هذه الأمسية وهذا الكرنفال؟ نعم 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 وقف عبد الرحمن كميل ووضعها على يسارة الهلال سيتجه بعد ذلك إلى كاس الملك سلمان للأندية الأبطال العرب والخنيسي مرة أخرى مهاجم خطير وكبير وصولات وهداف يعيد كرة سعود يجرب حل التهديث هذا الحل بالنسبة للظهير الأيمن وقال بأن الهلال فريق يرغب بالبطولات لذلك نريد أن نفعلها الآن الكويت الكويت كاد أن يفعلها محمد الحام الجريس والارتداد الأزرق تذكروا جيسوس تذكروا المرتدات الآن سرعة الهلال في الارتداد دائما ما يكون مع جيسوس أفضل وأقوى وأسرع هذه الحليمة المعتادة على مباريات الهلال والكويت كرة في الجانب الأيمن ميشايل يتحرك الآن الله الأعصار الأزرق قادم الأعصار الأزرق قادم في منظومة في مؤسسة في محبة الجماهير لا ومحبة عمل النادي ميشايل أي أعصار نجح الهلال بأن يحضره إلى الرياض ليضرب ولا يبالي قوية بأمناه على الكويت هذه النتيجة حتى طبعا هذه اللحظة هي أكبر نتيجة بين مواجهات بين الهلال والكويت الكويت الله الله يا ياسين العامري ياسين عامري يستدوا كرة هذا الجناح التونسي يونى رقابة تعاقر في العودة والكرة اللي قفاز المعيوس لمسها الكويت الكويتي في مباراة ودية قبل عامين هنا في استاذ الملك فهد الدولي هنا بهدفين مقابل لا شيء نجح الهلال عن طريق متعب المفرج وعبدالرديف من تسجيل أهداف تلك المباراة الودية قبل عامين الآن هنا محاولة وانطلاقة مبكرة وكرة في المربى التغطية حضرت سريعة عن طريق ناصر الدوسري ناصر لمسة من صبيتش على كاريو في جهة اليمنى كاريو يرسل كرة عالية جميلة بالرأس رائعة جدا واضح أن قيمة صبيتش دور المجموعات في الدوحة هدفين مقابل لا شيء للهلال الآن هنا هجوم حاضر وكرة وركل الجزاء نعم ركل الجزاء لمصلحة سعود هدف ثاني في مسيرته مع الهلال مباراة الودية السابقة نجحة في التسجيل في وولفوسبورد والآن يتقدم نجحة فعلاً في التسجيل هذه المرة من علامة الجزاء وضعها صعباً على عبد الرحمن كميل حاول الهلال بهذه الكرة البرتغالي يوقع على أهداف المسائل الأربعة الزرقاء صبيتش وسالم وميشيل روبين رابعهم أربع اثنين للهلال هكذا الكويت من جديد في الجانب الأيمن محاولة قائمة يا السلام يا السلام يا السلام جميلة جداً تركوا تركوا العمر ليسجل لا لم يسجل هذا الارتباك الذي أحدثه يوسف ناصر وفيصل زايد قبل التنفيذ كرة ترسل باتجاه رديف تغضية حاضرة يحتاني حافظ على كرة الله 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 على كرة الله لو اكملت تكمل ممكن الآن لكن في النهاية جملة هلالية يافعة لكن الآن الكويت الله يوسف ناصر والعويس في لطة واحدة كانت ثلاث دقائق قدرت كرة ترسل عالية جميلة جداً كرة ذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة الكويت عالية جداً وجميلة ورائعة والكرة في المرمى ركلة جزاء نعم ركلة جزاء يوسف يتقدم يضع أوهو والله يا بنياك لا فصل زيد ولا يصف ناصر بفوز تاريخي أول على الهلال إذ لم يفوز لا رسمياً يا عقلة يا عادل ولا وديا الهلال ينجح برباعية كشف البرتغالي خرخي خسوز المدير الفني للادي ذال السعودي عن أصابة البرزالية نمار جونيور نجم الفريق وزلكم عن التعاقد معه وتقديمه للجمهير وقال خسوز خذال المؤتمر الصحفي نمار من أفضل اللاعبين في العالم وصيه ضيف لنا كثيراً لديه أصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة ولم تتحدث مد غيابه حتى الآن ووضع في المدارب البرتغالي لا أعلم لماذا تنمي بسدعى نمار لقائمة منتخب البرازيل لكن تواجد اللاعبين البرازيلي في فريقنا نمار وملكوم ومشايل سيزيدنا كوة لأن المهارة الفردية مهمة مثل الجانب التكتيكية ووصل على اللقاء الهلال والفيحاء الفيحاء لعب غيراً في الدفاع والأجواء الاحتفالية التي في سبقات اللقاء لم تؤثر على اللاعبين